هل غادر الاهل من بنغازي ام هل عرفت الدار بعد توهمي هم لم يغادروا طواعية بل هجروا قصرا من المدينة تهجير منذ اكثر من ثلاث سنوات منذ حلت بهم نكبة الكرامة اهالي بنغازي او كما اصبحت تسميتهم اهالي بنغازي المهجرين مازالت ويلة الكرامة وافعال قائد ميليشياتها خليفة حفتر تلاحقهم وفروا من عذاباتها تسعون الف نسمة وقرابة الثلاثة عشر الف عائلة هم اعداد اهالي بنغازي المهجرين تقريبا موزعين بالمنطقة الغربية بين مدينتي طرابلس ومصراتا وبعض المدن الاخرى عائلة تعاني ظروفا صعبة عقب تعذر جهود لجنة دعم ثوار بنغازي عن مساعدتهم بسبب غياب الدعم وعدم التوفر الامكانيات اللازمة لضمان المستلزمات الخاصة بالنازحين تهجير وتدمير ممنهج في ممتلكات الاهالي وممن وقفوا ضد عودة حكم العسكر الى الواجهة من جديد حينما وقف مجلس شورى ثوار بنغازي في وجه عملية الكرامة منذ انطلاقها منتصف عام 2014 بدأت الاعمال الانتقامية في الخامس عشر من اكتوبر من العام ذاته بعد خروج مجموعات من المدنيين مساندين لحفتر بضواحي بنغازي سموا انفسهم كتبة اولياء الدم وقفت الى جانب غيرها من ميليشيات الكرامة وراء اقتحام منازل اهالي مجلس شورى ثوار المدينة وحرقها وتدميرها بالكامل والاستلاء على ما فيها من ممتلكات عمليات انتقامية ضد المدنيين تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي شرق البلاد فصار الاخ عدوا وابن العام خصما والاقارب مطلوبين ومهددين كثيرة هي جرائم كتبة اولياء الدم ولعل ابرز ما يعلق في الاذهان من جرائمها قتل اثنين من عائلة سويد بحي بهديمة لتعقبها مداهمة اخرى لبيت عائلة الكرشيني بالماجوري في انتهاك صارخ لحقوق الانسان والقوانين المحلية والدولية ادانات المنظمات الحقوقية الدولية لم تتوقف منذ سنوات لجريمة التهجير وما يلاقيه اهل بنغازي من ظلم وتشفي على يد الميليشيات اخرها ما اكدته منظمته يوم الرايت سووتش حيث تقول المنظمة ان المجموعات المسلحة في بنغازي شرقية ليبيا تمنع الاف العائلات المهجرة داخليا من العودة الى ديارها واضافت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي ان المجموعات المسلحة التي يتحالف بعضها مع قائد ميليشيات الكرامة تتهم العائلات بالارهاب او دعمه ويبقى مصطلح الارهاب فضفاضا عندهم حيث يتهم كل من يرفض دعم عملية الكرامة وقائدها بالارهاب وذكرت المنظمة انه نظرا للجرائم الخطيرة التي ترتكب في ليبيا والتحديات التي تواجهها السلطات فان استمرار المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في اسوأ الجرائم في ليبيا منذ عام 2011 ضرورية لانهاء الافلات من العقاب عملية كما يطلق عليها البعض بداية النكبة عقب التدمير الذي طال اغلب معالم المدينة ناهيك عن الاستهداف الممنهج لمعظم المؤسسات الخدمية والاسواق والمرافق التعليمية كسوق العرب وجامعة بنغازي جراء قصف ميليشي الكرامة حرب ودمار وانفلات امني وحملات اعتقال وتصفية جسدية طالت مئات الاشخاص بين مدنيين عزل وصلت الى ثلاثمائة عملية اغتيال بالمدينة عقب انطلاق الكرامة اكثر من عشر عمليات تصفية جسدية مصورة ثمان منها نفذها محمود الورفلي رغم صدور قرار بجلبه من قبل محكمة الجنائيات الدولية كان اخرها عملية اعدام جماعي بشعة في حق عشرة اشخاص من السجناء اعدموا امام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني بدم بارد على يد ضابط الاعدامات المشهور في ميليشيات الكرامة ناهيك عن احصائيات امنية اخرى سجلت العثور على اكثر من ستمائة جثة بالمدينة لمدينة بنغازي رمزية ثورية وتاريخية وثقافية فمنها اعلن الملك دريس السنوس استقلال ليبيا ومنها اعلن القذاف انقلابه ومنها انطلقت شرارة ثورة فبراير في مثل هذا الشهر من سنة 2011 وبالرغم من هذا كله ما زالت السلطات التي تعتبر نفسها شرعية في ليبيا كمجلس النواب والمجلس الرئاسي المقترح وحكومته لا يتخذون اي مبادرات ولا جهود حقيقية في تسوية ملف المهجرين وتأمين رجوعهم سالمين وضمان امنهم في العودة فالى متى تتواصل معاناة التهجير ولماذا لا يتخذ الرئاسي المقترح اجراءات او حتى مفاوضات وحوارات من اجل عودة الاهل الى ديارهم وتبقى الصراعات السياسية والعسكرية تباعد الاهل عن منازلهم وتبقى للمنازل في القلوب منازل ترجمة نانسي قنقر